الشفرة الوراثية الشفرة الوراثية الكود الجيني هي الرمز الذي يستخدمه الجسم لتحويل التعليمات الموجودة في الـ DNA والذي يعتبر المادة الأساسية للحياة والسؤال الآن كيف أتم التعبير عن الأحماض الأمينية باستخدام الشفرة الوراثية؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً يستخدم الـ DNA لغة كيميائية مكونة من بضعة أحرف لتخزين المعلومات بطريقة فعالة للغاية ترمز هذه الأحرف إلى النيكليوتيدات الأربعة وهي الأدينين، الفايمين، الجوانين والسيتوسين والتي يتم اختصار أسمائهم بالحروف الأولى منهم ATGC تستخدم هذه الأحرف الأربعة معاً لتهجئة التعليمات المشفرة لكل حمض أميني بالإضافة إلى تعليمات أخرى مثل بدء النسخ وإيقافه فتقرأ تعليمات البدء أو التوقف أو إضافة حمض أميني معين من قبل الخلية ضمن مجموعات مؤلفة من ثلاثة أحرف تسمى الكودونات ونعني بها MRNA التي يحصل عليها عن طريق نسخ المعلومات الموجودة في الـ DNA ولهذا السبب فإن الكودونات في MRNA تحتوي على اليوراسيل في حين أن الكودون الأصلي على الـ DNA يحتوي على الثايمين وبما أنه توجد أربعة قواعد نيتروجينية وعدد الأحماض الأمينية الأكثر شيوعاً في البروتينات يساوي 20 وأي كودون يتكون من ثلاث قواعد فيكون عدد الكودونات المحتملة هو أربعة قص ثلاثة أي أربعة وستين كودوناً وبالتالي هذا يكفي ليكون لكل حمض أميني أكثر من شفرة تعتبر الشفرة الوراثية غير متشابكة أو متقطعة فكل شفرة تشكل مجموعات مستقلة من ثلاث قواعد لا يوجد تشابك بينها ويمكن قراءة الشفرة من خلال نقطة بداية محددة ويعتبر رمز AUG هو رمز البداية في معظم البروتينات أي ستارت كودون يوجد ثلاثة كودونات من أصل أربع وستين شفرة لا ترمز لأي حمض أميني ويطلق عليها كودونات التوقف أو كودونات الانتهاء ستوب كودونز وهي UGA, UAG و UAA حيث أتوقف الريبوسوم هنا وأنهار في الحمض الريبوزي الناقل MRNA ومن الجدير بالذكر أن نستخدم الشفرة الوراثية عالمي لجميع الكائنات الحية على وجه الأرض وهذا يدل على أن جميع الكائنات تشترك في التاريخ التطوري المشترك ترجمة نانسي قنقر